السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي ومشاهدي قناة الكهرباء إلكتريك سنتعرف في هذه الحلقة على جهاز مهم جدا يتواجد في مصابيح الليد مثل الكشفات الخارجية أو مصابيح الإنارة العمومية أو بعض المصابيح الليد التي تستعمل داخل المصانع بالإضافة إلى شرائح مصابيح الليد والدرايفر نجد في بعض الأحيان جهاز متصل أيضا مع هذه المكونات ويختلف توصيله باختلاف الشركة المتيجة لهذا الجهاز أو باختلاف النوع المشكلة أنه إذا قمنا بحذف هذا الجهاز من تركيب الدرايفر والشرائح مصابيح الليد لا يحدث شيء ويمكن أن يعمل درايفر ومصابيح الليد بدونه وبشكل جيد إذن ما هو دور هذا الجهاز ولماذا يستعمل المهم حتى لا أطيل عليكم سنرفع فاصل القناة وسنعود بعد ذلك للشرح بسم الله الرحمن الرحيم لاحظوا معي هذه العينة من هذا الجهاز الذي سنتعرف عليه اليوم رغم أن هذه العينة هنا لها خمسة أسلاك توصيل والثانية هنا لها ثلاثة أسلاك توصيل إلا أن الجهازين لهم نفس الدور ونفس المهمة ويمكن نتوصيلهما في نفس المكان أي بالقرب من الدرايفر ومصابيح الليد وستفهموا لماذا يوجد هذا الاختلاف في التوصيل لاحقا إذن سنركز على هذا الجهاز الذي يتكون من ثلاثة أسلاك لاحظوا معي أسلاك توصيل يتم توصيل الفاز والنيوترال والأرضي وأغلب هذه الأجهزة يكون غطاؤها الخارجي من البلاستيك إذن لو كان هذا الجهاز غطاؤه معدنيا من الحديد الموصل سنتفهم وسيكون توصيل الأرضي شيء عادي لكن مدام غطاؤه من البلاستيك الغير موصل ما هو دور توصيل الأرضي هنا هذه هي الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية انتبهوا لقيم شدة الطيار والجود المكتوبة مثلا شدة الطيار هنا هي 10 كيلو أمبير أي 10 ألاف أمبير يعني قيمة كبيرة وفائقة وخيالية وأيضا انتبهوا للجود هنا يوجد 320 فولت وهنا أيضا قيم كبيرة في الجود بين الفاز والنيوترال والأرضي مع العلم أننا نقوم بتوصيل في جود 220 فولت فقط يعني بين الفاز والنيوترال الملاحظة الثالثة وهي التي ستكشف لكم هذا الجهاز خصوصا المشاركون القدامى في القناة لديهم الخبرة الكافية الآن لمعرفة دور هذا الجهاز وأنا أتق فيهم كل الثقة أما من التحق بنا مؤخرا سأترك لكم الروابط الفيديوهات القديمة في الوصف أو في شاشة نهاية هذا الفيديو لفهمي الأكثر قد تجدون على بعض هذه الأجهزة عبارة مكتوبة عن T2 أو T3 ولو تذكرنا جيدا هناك جهاز تحدثنا عنه سابقا يتم تصنيف أنواعه بالT1 والT2 والT3 وهو جهاز مانع الصواعق إذن هذا الجهاز هو من الصنف الثاني أو الثالث من مانعات الصواعق يعني أنه يقوم بحمايتنا من الصواعق الرقية والبرقية لذلك قلنا أنه يتواجد في مصابح الإنارة العمومية الإنارة العمومية أو في المصابح الإنارة التي تركب في الخارج بالإضافة إلى أنه يقوم بدور جهاز الحماية من ارتفاع الجود أيضا ويمنح نوعا من الاستقرار للتيار الداخل إلى الدرايفر ومصابح الليد يعني حتى في المصانع عندما يتكون هناك محركات في مصانع التي نستعمل فيها إضاءة الليد وتكون هناك محركات تلاتي الأطوار يعني يكون هناك تقلب في الشبكة وعدم استقرار وقد تحدث طفرة كهربائية ارتفاع الجود بشكل كبير أو انخفاضي بشكل كبير هذا الجهاز يقوم بحمايتنا أيضا من هذا الارتفاع المفاجئ في الجود وليس فقط مانع للصواعق مانع للصواعق ويحمي أيضا من ارتفاع للجود يعني أن حلقات مانع السواعق مهمة جدا هناك شيء آخر يختلف تركيب هذا الجهاز قليلا عن الأنواع T1 والT2 والT3 خصوصا T3 لذلك يصنف بالنوع الرابع T4 سنشاهد ذلك في طرق توصيل هذا الجهاز المهم هذا النوع يعتبر مثل النوع T3 من مانعات السواعق ولديه نفس شروط T3 من حيث توصيل أي أنه لا بد أن يبعد بأكثر من متر واحد عن الدرايفر ومصباح الليد إذن راجعوا حلقات الحماية مانعات السواعق فهي مهمة جدا كلنا نعرف أن مكونات مصابح الليد والدرايفر هي مرتفعة الثامن وأيضا حساسة ضد السواعق البرقية المباشرة أو الغير مباشرة المجال الكاروميغناطيسي وأيضا ضد تقلبات الشبكة أو الطفرة أو ارتفاع مفاجئ في الجود أو انخفاضه لذلك تم التوصل إلى هذا الجهاز لحماية الدرايفر ومصابح الليد وهذا الجهاز هو منخفض تمان عن الدرايفر ومصابح الليد يعني استعماله ضروري ويزيد من العمر الافتراضي للدرايفر ومصابح الليد وإذا لم يكن هذا الجهاز موجودا أنصحكم بشرائه وتوصيله فهو يزيد من عمر مصابح الليد وأيضا عند حدود ارتفاع الجود أو صدمة مباشرة أو غير مباشرة برقية تدخل هذا الجهاز لامتصاص هذا الارتفاع الكبير في الفلطية والتيار بسبب تشغيل بعض الآلات القريبة أو خطر عدم استقرار الشبكة ويقوم بتفريغها نحو الأرض قد يتعرض هذا الجهاز للتلف لكنه سيمنع تلف الدرايفر ومصابح الليد الغالية الثمن بينما جهاز الحماية هذا ثمن ورخي جدا مقارنة مع باقي المكونات يسمى هذا الجهاز بجهاز الحماية من الطفرة الكهربائية أو الطفرة الجود ويعرف اختصارا بالSPD أي أنه متخصص في حماية مصابح الليد وبالفرنسية Surge Protection LED الآن بالنسبة للتوصيل هذا الجهاز هناك طريقتين لتوصيل جهاز الحماية من الطفرة وهي التوصيل على التوالي مع الدرايفر أو التوصيل على التوازي مع الدرايفر على التوازي يكون توصيل هكذا توصيل الفاز والنيوترال والأرضي عند مدخل تغذية الدرايفر مثل كل أجهزة مانعات السواعق التي شاهدناها سابقا كل الأنواع التي تتكون من ثلاثة أسلك فقط تركب على التوازي عند مدخل التغذية الكهربائية للدرايفر أما على التوالي وهذه هي الخاصية الفريدة لهذا النوع لذلك قلنا أنه التي أربعة فيكون التوصيل هكذا نقوم بتوصيل الفاز والنيوترال والأرضي في مدخل التغذية وبعدها نقوم بتوصيل المخارج الفاز والنيوترال بمداخل الدرايفر إذن الآن فهمتم لماذا يوجد أنواع من جهاز حماية الطفرة تتوفر على ثلاثة أسلك والبعض الآخر يتوفر على خمسة أسلك ثلاثة أسلك سيتم توصيلها على التوازي وخمسة أسلك أو ستة أسلك سيتم توصيلها على التوالي في بعض الأحيان قد تجدون أجهزة لهذه الأسلك توصيل ثلاثة مداخل للفاز والنيوترال والأرضي وثلاثة مخارج للفاز والنيوترال والأرضي يمكنكم توصيل الأرضي الخارج مع الغطاء الخارجي للدرايفر إذا كان لديكم درايفر لديه غطاء معدني في أغلب الأحيان وحتى عند ذهبكم لشراء جهاز الحماية من الطفرة ستجدون النوع الذي يركب على التوازي والذي يتكون من ثلاثة أسلك يعني هو الشائع وهو الذي يفرض نفسه في السوق لكن نصيحتي إليكم هي يبحث دائما عن الأنواع التي تتكون من خمسة أو ستة أسلك توصيل أي الأنواع التي تركب على التوالي يعني حتى إذا قدر الله وحدث هناك ارتفاع للجود بسبب قطع النترال أو بسبب سعقاف من البلق سيتدخل الجهاز وسيكون فاصلا ومانعا بينه بين التغذية وبين الدرايفر ومصابيح الليد وقد يطلق الجهاز لكنه سيفصل الكهرباء عن المكونات الغالية والمرصفة على الثمن من مصابيح الليد والدرايفر بعض الشركات تضع مصابيح للإشارة في هذا الجهاز ليدل على تلف الجهاز إذا لم يضع المصباح عند توصيله بالكهرباء أما عن كشف العطب أو تلف هذا الجهاز فهو سهل جدا وذلك عبر التأكد أنه لا يوجد أي تماث بين الفاز والنيترال والأرض إذا كان الأسلاك توصيل هذا الجهاز يجب أن لا يكون هناك تماث بينها إذا كان هناك تماث بين الموصيلات هذا الجهاز فهذا يعني أن الجهاز تعرض للتلف أو انتبهوا للمصباح إذا لم يعمل فذلك يدل على تلف الجهاز طبعا أظن أنني سأكتفي بهذا قدر لأني تقريبا تحدثت عن كل شيء بخصوص جهاز الحماية من الطفرة راجعوا الحلقات التي أمامكم فهي مهمة لفهم دور موانع السواعق وأنواعها وطرق توصيلها وأيضا حلقة السواعق الرعدية وكيف تشكل خطرة على التركيبة الكهربائية إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء